بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أصحابه المسلمة العلمانية المفترض فيها أن تكون محايدة في قضية الدين فلا تتدخل في تدين الناس في علاقة الناس مع ربهم وكما تسمح العلمانية لليهود بأن يلبسوا القبعة وأن يمارسوا طقوصهم كما يشاءون وتسمحوا للسيخ وتسمحوا لكل أصحاب الأديان كان عليها أن تسمح للمسلمين بأن تلبس رموز الإسلام وتفعل ما تره اعتقادا وفرضا افترضه الله تبارك وتعلك الحجاب لكنها في فرنسا منعت الحجاب في حرم المؤسسات وتقييما لمنع الحجاب في فرنسا في بحر هذه الأسبوع قامت جريدة لمون بإصدار ما يسمى بملف حول تتبع قضية تنزيل قرار منع الحجاب إلى أي مدى وصل والآثار المترتب عليه وإليكم مجمل الآثار من خلال هذا الملف من جريدة لموند الواسعة لانتجار في العالم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أولا كنتيجة أشارت لموند أن هناك استجابة كبيرة من المسلمين في قضية الالتزام بالقانون أي عدم ارتداء الحجاب في المؤسسات استجابة كبيرة جدا إذن استجاب المسلمون رغم معرفتهم بأن هذا يمس عقيدتهم ودينهم ومع ذلك أرادوا أن ينسجبوا مع قوالين فرنسا العلمانية التي فرضت على المسلمين ولم تفرض على غير من أهل الأديان الأخرى أمرا ضد رغبتهم وضد تديونهم هذه الأولى المسألة الثانية تطبيق القانون على مدى سنوات الثمانية أدى إلى أولا كل من التزمت الحجاب ولم تستجب للقانون فقد دخلت في الخيارات التالية أولا هناك من انسحبت من التعليم مرة واحدة فحرمت من حقها في التعليم الله ولم تفعل أي شيء سحبت لا إله إلا الله والثانية غادرت حجرات الدراسة في حرم المؤسسات التعليمية لمد إلى المدارس الخاصة ففرض عليها أن تؤدي رسوما مقابل دراستها واحدة تحرمت من الدراسة واحدة خصصات مدل فلوس باش نمشي هذا الضغط الثاني ثالث شريحة أخرى استكملت الدراسة عن بعد أي الدراسة عن بعد لا ترناتو كلا سكي والرابعة أنها تكيفت مع القرار تكيفت مع القرار يعني تذهب بحجابها حتى إذا وصلت وكانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول الحرم نزعت حجابها فإذا خرجت من المدرسة عادت حجابها فعاشت هذا التناقض وهذه الازدواجية وهذا أمر شديد الوقع على المسلمين هناك الحقيقة هذا أمر صعب جدا إنسان يفعل شيئا يعتقد أنه ليس من دينه في شيء وأنه نوع من النفاق فيوقع الناس في حرج شديد أيّة علمانية هاته القرار صدر سنة ألفين زد وأربعة هذا عشر سنين ألفين وأربعة هذا القرار كان مؤداه أن يمنع المحجبة من الذهاب إلى الحرم المؤسسة بالحجاب لكن بعد عشر سنوات بدأ يتمدد وبدأ يريد أن يتسع لكي يشمل الحياة العامة كلها وربي ربي 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 لم يقف عند أصل القرار سمعوا بزيان العلمانية في الغتبشي الآن فرازة لم يعد يكتفي فقط بل يراد أن يشمل منع الحجاب في فضاء العام كله وقد بدأ بتطبيق ذلك سنة ألفين وعشرة أي ست سنوات بعد صدور القرار لمنعه في المؤسسات في ألفين وعشرة تم شمل هذا القرار ليمنع المحجبة من التزام الحجاب في المؤسسات العامة كلها يو ربي يو ربي يو ربي يو ربي ثم تم التصويت بمنعه في أوروبا كلها في الفضاء العام إذن الآن شت الأوروبا كاملة أن يمنع في الفضاء العام كله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثانيا انتقل النقاش ليس فقط إلى الفتاة المحجبة التي تذهب بحجابها إلى المدرسة ولكن انتقل إلى الأم التي تذهب وهي محجبة رفقة ابنتها إلى الثانوية فناقشوا قضية الأم التي تتحجب تيخسمت بشيش بالحجاب لأنها هي اللي كانت سبب بشتحجبت بنتها وانظروا إلى النقاش كيف يتوسع ليشمل الحجاب عند الكبيرة وليس فقط عند الصغيرة حتى الكبيرة اللي ما تقرأ موال وما تخدم مواله يا ربي يا ربي لكي يصلوا في النهاية إلى منعه في البيوت داخل البيوت داخل بيوت المسلمين يعني تخيل العلمانية في المشات تدخل معك في أخصت خصائصك في الثانوية في الفضاء العام لماين التي تخرج بالحجاب ترافق بنتها ثم بعد ذلك لكي يصل إلى مسألة الحجاب في البيت حمسة لها خطيرة جدا لا إله إلا الله فأدى القرار كما تقول جريدة لموم أدى القرار إلى ثلاث نتائج كارثية الحمد لله الشيء ما قلناه شحنا قالوه فرنسويين أدى القرار إلى ثلاث نتائج كارثية النتيجة الأولى شيطنة الحجاب وجعل الحجاب أمرا مرفوضا يهدد كيان العلمانية من أسسها كما قال جاك شراك في تونس حينما حضر الحجاب قال إن الحجاب يهدد ثوابت العلمانية في فرنسا قطعة قوماج أصبحت تهدد علمانية الدولة سبحان الله شيطنة الحجاب أولا نتيجة الثانية وبالتبعية شيطنة المرأة المسلمة المتحجبة فليست شيطنة الحجاب لذاته ولكن شيطنة من تحمل الحجاب حتى يرى في المجتمع الفرنسي المرأة المتدينة المتحجبة أنها ضد العلمانية فهي شيطانة تكيد لدولة العلمانية يا رطير والثالثة المسكين الكبيرة ينتقل من شيطنة الحجاب إلى شيطنة المرأة المسلمة إلى شيطنة الإسلام نفسه فالإسلام إذن هو المقصود في النهاية الذي يفرض على النساء الحجاب شيطنة الإسلام أي رفض الإسلام كمكون من مكونات المجتمع الأوروبي أي أن مسئلة التسامح بين الأديان كما ترها العلمانية أمر نظري فقط أما التطبيق فأمر آخر هذه ثلاثة عن نتائج شيطنة الحجاب شيطنة المرأة المحجبة وبالتبعية شيطنة الإسلام النتيجة الأخيرة بروز ما يسمى بالعلمانية العنصرية المقيتة فالعلمانية في أصلها ضد العنصرية لكن العلمانية في فرنسا أصبحت تقنن للعنصرية ضد مكون من مكونات المجتمع الأوروبي وهو المسلم الأوروبي حتى ينظر إليه الأوروبي غير المسلم نظرة دونية عنصرية مقيتة فالعلمانية أصبحت ترسق للعنصرية المقيتة ولو أنها نظرت إلى قضية الحجاب كما نظرت إليها أنجلترا بريطانيا لكانت النتيجة مختلفة جدا بين نظام بريطانيا ونظام فرنسا فبريطانيا لحكمتها ولمعرفتها بتاريخ الإسلام والمسلمين ولذكائها لم تدرج الحجاب كرمز ديني ولكن جعلت الحجاب رمز ثقافي للتنوع الثقافي داخل المجتمع البريطاني وبذلك لم تتبع بريطانيا وفرنسا هذه الخطوات التي قامت بها فرنسا لشيطانة الحجاب الآن بعد هذه السنوات من تطبيق هذا القانون ألم ياني لفرنسا أن تتوقف عن هذه العنصرية المقيتة وهي التي ترفع الشعار ايغاليتي فراتيرنيتي جوستيس أين العدالة جوستيس أين المساوات أين العدالة والمساوات والأخوة أين كل هذا إليكم هذه الأبيات التي تتحدث عن أمر عجاب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت بين الرقاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التأخر والتخلف في النقاب قالوا الرشاقة والتطور في غياب نادوا بتحرير الفتاة وعلفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هذا نداء الحاقدين من ذئاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب يا أختنا أنت العفيفة والمصولة بالحجاب يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب فالجنة المأوى ويا حسن المآب والنار مثوى الظالمين لهم عقاب ديارهم خراب خراب بدون الالتزام بالسنة والكتاب وهناك رب العرباب في يوم الحساب لا يغيب عنه شيء يا أولي الألباب وصلى الله على سيد الأحباب